خلال زيارته لمحافظة أسوان قام وزير التنمية المحلية هشام أمنى يرافقه محافظ أسوان أشرف عطية بجولة ميدانية لمتابعة عدد من المشروعات المنفذة والجارية بدأت الجولة بتفقد مشروع ممشى أهل مصر كما تفقد مبنى مركز نظم المعلومات والتحول الرقمي والذي تم إنشاؤه بتكلفة 21 مليون جنيه كما شملت الجولة الميدانية تفقد مشروع تطوير وتجميل واجهة المدينة شكرا